عفو عام عن مرتكبي الجرائم بعد حصولهم على وثيقة حسن سيرة وسلوك هكذا عنونت حكومة الإنقاذ العاملة في إدلب بيانها بعد أن مهدت لصدوره عقب موجة من الاحتجاجات والمظاهرات ضد سلوك هيئة تحرير الشام بحق المعتقلين في سجونها تعلن الحكومة عن إصدار عفو عن المعتقلين في السجون ضمن محددات يشمل جميع الجرائم المرتكبة قبل تاريخ إصدار القانون شريطة إسقاط الحق الشخصي في الجرائم الشخصية وتستثنى من العفو جرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح والسرقة التي تزيد عقوبتها على الحبس لثمانية أشهر وترويج المخدرات والإتجار بها وتزوير العملة وترويجها إننا في وزارة العدل نؤكد لأهلنا في المحرر أننا ماضونا في بناء صرح العدل والارتقاء به إلى أرفع الدرجات وعقب الإعلان عن العفو يخرج وزير العدل في الحكومة في كلمة مصورة يؤكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة لإقامة العدل في المناطق الخاضعة لسيطرتها في حين رأى المتظاهرون أن هذا العفو لم يشمل من يطالبون بالإفراج عنهم في مظاهراتهم من معتقلين رأي الذين تم زجهم في سجون الهيئة بتهم أمنية ومعارضة سياسة الهيئة وهو ما تؤكده الاحتجاجات التي عمت مناطق شمال غربي سوريا قرار العفو سبقته سلسلة من الصراعات داخل الهيئة فيما عرف بملف العملاء الذي تسبب بهزات كبيرة داخل صفوفها بعد الكشف عن جرائم تعذيب وانتهاكات داخل السجون انعكست شكل احتجاجات ومظاهرات طالب خلالها المحتجون بالإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصيرهم فضلا عن مطالبات برحيل قائد الهيئة أبي محمد الجولاني وما لبثت أن توسعت لتشمل معظم مناطق ريفي حلب وإدلب أبو محمد الجولاني الذي بات في عين العاصفة الشعبية خرج بالتزامن مع إعلان العفو العام مخاطبا سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الهيئة بأن مطالبات السكان بالحالة المثالية حق مشروع وأن الهيئتات تشجع تلك المطالب لكن ذلك يحتاج إلى النظر بموضوعية وفق تعبيره مؤكدا أن كثيرا من المطالب يتم العمل عليها ولكن لا تظهر ثمارها بشكل مباشر في خطوة أخرى لتخفيف الغليان الشعبي والأصوات المنادية برحيله وحل جهاز الأمن العام فهل تنجح محاولات الهيئة وقائدها أم أن تلك الاحتجاجات ستكون بداية لقلب الطاولة عليهم الجلوس مع حضراتكم نستمعي لأسفراتكم